أنتم كيف تنظرون للمرحلة القادمة وهل تثقون أن السيد علاوي سيكون رهانا كبيرا لكم أو تراهنون عليه بعد أن أعطى وعودا أن التظاهرات يجب أن تبقى وأنه يؤيد هذه التظاهرات ويعتبر تظاهراتكم أو ثورتكم هو عام القوة يرتكز عليه خلال فترة حكمه المحدودة أستاذ نجم طبعا ساحات التظاهر لم تأتي بالمرشح الرئيس الوزراء توفيق علاوي من أتت به الكتل السياسية وهذا معروف ومعلوم بس إحنا إلى متى نبقى نظاهر يعني إلى متى لازم يعني هساني أحتي لك على المتظاهرين الواعين اللي يريدون ينقضون البلد ممكن أن رئيس الوزراء عنده ثلاثة محاور يقدر يشتغل عليه بهاي الفترة ست شهر أو السنة الأقصى حد أنه هنا المحاور اللي معروفة انتخابات مبكرة ومن ثم المحور الثاني هو قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات إذا اشتغل صحيح وأسس لهذه المحاور الثلاثة بشكل صحيح أعتقد إحنا راح نعبر مرحلة وراح نغيره واي إذا اشتغل ضمن هذه المحاور الثلاثة والأسماء خرجت وقالوا الانتخابات تمت المصادقة عليه بقيت قضية قضية محاكمة قتلة المتظاهرين وحساب القوى الفاسدة والتهية للانتخابات المبكرة هل تشعرون نعم؟ أعتقد أول خباب تلفزيوني طلع به الأستاذ توفيق علاوي أول نقطة ألزم به نفسه وقال محاسبة المعتدين والمجرمين وتقديمهم إلى القضاء وحصر السلاح بيد الدولة والتحقيق في أعمال العنف كل هذه العهود اللي يقدمها هسا إذا يجيب نصها احنا نعتبر نفسنا في نصف الجنان قابلين إذا نصدا للعهود إذا كانت هذه الوعود ومثل ما أنتم سمعتمها وقرأتمها ووصلت إليكم في خطاب علاوي الأول هل ستقفون مع هذا الرجل؟ أم لديكم ملاحظات؟ نحن نقف مع أداء أداء السياسي ما نقف وياك شخص أنه أداء السياسي هو اللي يتحدث عنه وهذا باقشنا يجب أن يتقدم خطوة يتقدم خطوة وإحنا نتقدم خطوة يتقدم خطوتين وإحنا نتقدم خطوة لازم نبني البلد البلد ما يبنى هكذا ما هكذا تورد الإبل يا حبيبي السياسيين عدهم أزمة ثقة مع المتظاهرين كذلك المتظاهر لا يثق بالسياسي بس أنا أقول من وجهة نظري أقول له نعود هذه المسألة مثلا المتظاهر مع السياسي ونخرج بشكل وطني نبني الدولة يا أخي إلى متى هذا الصراع؟ والله يبقى قدام العالم هذا العراق أبو الحضارات أبو السنين من علم الحرف يعني يصير به شيء والله حرام يندى لها جبين الإنسانية صاحات الاعتصام أنه ما نتحمى يعني إحنا نطالب بحماية طبعا هو نوه رئيس الوزراء المنتخب من النخب السياسي نوه أنه أنا يحمي المتظاهرين هذه نقطة أساسية يطالب بها خلي يحمي المتظاهرين وعول على المتظاهرين يحميكم من من؟ أنا أريد المتظاهرين يبقون حبيبي حيدر يحميكم من من؟ يا أخي مخترقين كل شي يجي ما هبه وده بيجي ساحة الاعتصام خلي يحمينا أمنيا نساء الطلقات والأمور اللي تشوفها بالتلفزيون يعني هاي مين تجي من السماء؟ لا أخويا ما تجي من السماء من فعل فاعل ما تجي من السماء يا أخي يعني خلي يحمينا يعني إحنا هم أبناء الشعب إحنا مين نجينا إحنا عراقيين أريد نبني شباب واعي مثقف الظهرنا أريد نغير بعض الأمور السياسية يا أخي مو العملية السياسية ما أريد نغير العملية السياسية عملية سياسية نظام محترم نروح صندوق انتخابات نغير والله جيد مفرح للقلب مثلج للقلب اريد نغير الى متى نقض هذا الحال يا اخي مكنوا الشباب خليوا يقودون هاي دول العالم هاي دول العالم ازياد قادتهم شباب واحنا العراق بلد شاب 65% من عدة شباب يتحدثون عن دولة شابة مكنوا الشباب خليوا يقودون اتم تعرف ان تكون القيادة شابة حتى التعاطي العفو يكون جيد جدا مو مثل ما تكون القيادات محتراماتي لكبير السن او كبار السن يا اخي مكنوني الى متى تبقون التوب السلطة